من جهتي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء بانفجار عبوة ناسفة بعد خروجه من دبابته في منطقة جباليا بشمال غزة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاگاري في مؤتمر صحفي هنا العقيد وهو قائد اللواء أربعمائة وواحد قتل وأضاف هاگاري أن قائد كتيبة آخر وضابطين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث مشيرا إلى أنهم خرجوا من دبابة الاستطلاع لاستطلاع المنطقة وأصيبوا بعبوة ناسفة